ماشي هالمولا في اي جاول حده لنا أبيبي أستاذيز أستاذيز انت اللي أستاذيز يا أبيبي عميزي أهلا بيكو في حلقة جديدة من خيمة وان تيك النهاردة في الخيمة أنا معي الموهبة المميزة جدا في النص الثاني من رمضان الرجل اللي سرق الكاميرا وسرق قلوب الناس كلها السيد أسامة أو ميكا ميكا أو سيد ألف مليون مبروك الأولي حبيبي كل النجاح اللي حاصل ده وأنت الأول حاسس إيه وعايش إيه في كل اللي بيحصل دك والله مستغرب جدا أنا مكنش متوقع اللي كل ده هيحصل بأمان أنا مكنش متوقع خالص بس مبسوط أو بردود أفعلي الناس والحمد لله الناس الكتير داخلها بباركلي فاسبتع لربنا عني سبحان الله تعالى يعني أنا طول ما أنا بتكلمه في التليفون حاضر يا فندم يا أستاذ حسيت أنت بتكلم شخصية تانية خالص بس أنت ممكن تقلب ميكا في ثانية صح؟ واعني إني ليك يا باشا إني ليك كفيفي عمز الأول الموضوع جاي إزاي؟ يعني إنت بتمثل أصلا دراستك إيه بتشتغل ولا لأ؟ إنت بتعمل إيه في حياتك؟ أنا دراستي أنا مخريجة كلية إعلام أكاديمية الشروك كاسم صحافة بمثل من أعام الجامعة منو أنا فتلت أعدادي أختي الكبيرة كأننا بنلف على مكاتب الكاستنج أعمل أطلع فيه إعلان الكلام ده فالحمد لله يعني ابتدت معي من الجامعة خلصت الجامعة اشتغلت مع الأستاذ أحمد سامير ريان مسارح كتير في الجامعة وبرة الجامعة وخدت بقى ورش مع الأستاذ رقفة البيومي في بي أكتنج عند خالد صفوت وحاليا عند إبراهيم فرج مع محمد أوزو إزاي جات شخصية ميكا أصل؟ كبيرة يعني فأنا رايح ببورسعيد كان يوم الاثنين الساعة 8 ومص بالزبط طيب أقل بقى السوشال ميديا لقيت الأكونت بتاع الأستاذ أحمد عبدالوهاب فدخلت بقعتله الشرير البتاع اللي هو مجمع الأعمال يعني اللي هو السيناريست بتاع المسلسل؟ يعني كنت في الطريق لبورسعيد ولا في بورسعيد؟ لا الطريق لبورسعيد ركبت السوبر جيت وراح على الطريقة عادي يعني قلت لعلى وعسى يمكن بعد كده التاني يوم قال لي طيب بس أنا أبعط لك مشهد وتصوره التصوير مبدئي يعني دك مشهد عام ولا مشهد من المسلسل؟ لا مشهد من المسلسل مشهد اللي هو طالع يتريند اللي هو بتاع شهادة وتحكيمة عامة يا ميكا اللي حصل؟ بس يا عام عش انت بقى تكون حاضر السامر اللي حصل الصبح دا السامر؟ ها اخوه اخوها دا اللي هو ابوك? هو انت ليش غيره؟ تحرقش على المكنا وسيبنا نرميك كنتين ما ليش غيره لأ تحرقش على المكان أو سيبنا نرمج كلمة ايه ميكا ده بقى اختراعك ولا انت قابلته ولا ميكا انا مزود سيد مزود تفاصيل لميكا انا من الامارية من منطقة شعبية فكت بشوفت ناس كتيرها كده شفت كاركتر يعني شبه ميكا شوية فبيت ايه معي نوتة صغيرة اكتب فيها الكلام ده والحمد لله يعني زهرت ميكا ففي تفاصيل برضه كت بزودها مع الاستاذ احمد عبدالوهاب زودت ايه مسلا يعني زي علمولة في اي جولة وافخد واكسر بنفسك وواحد ما ارفصلي جنب الدورة الدورة دي مكتوبة الصراحة لكن ما ارفص دي انا اللي جايبها الحمد انا اللي ارفصت لكن قلعت التشيرت والتفاصيل دي بتاعت الاستاذ احمد عبدالوهاب هو ميكا لما بيتعصر بيلعي التشيرت اللي هو لابسه ويقول علمولة في اي جولة علمولة في اي جولة يا تعال ميته هو بيعمل كنا دي نتعيب هوريك هوريك متأكّنت عالي الله مش علمولة في اي جولة حد على النا عبيبي هستاذ از هستاذ از انت اللي هو استاذ يعني عبيبي هم هستاذ تتشود وماشاء الله كل اعوذوا برب الفلك وكل حاجة ممكن تتقال انت حظك حلو انك مع كوميديانات ولاد ناس زي ما بيقول يعني ان فنان كبير زي شيكو كوميديان كبير وكريم محمود عبدالعزيز ابن الساحر محمود عبدالعزيز يفرشولك كده ويسيبوك تتكلم منولوك كامل وهم بيدور اكشنات بتضحك طبعا جدا انت الاول اما تعرفت عليهم ازاي عملت يعني يبنوا بريكنج ايس كده عشان تعاف تتعامل معاهم وهم قالو لك ايه في المشهد فالاول يعني كنت خايف جدا ان انا داخل برضو لازم تخاف لو ما خوفتش بقى انت في حاجة غلط فيك لأ قصرنا الحاجز الخوف ده مع بعضينا وفضلنا نهزر وندحك والكلام ده المشهد ده وانتوا بتصوروه حصل في ايه يعني كان كواليس وعملة ازاي لو بتاع الشهادة وتحكيم احنا عدنا المشهد ده كتير جدا بسبب الداحك انا مش قادر همسك نفسي واستاذ كريم مش قادر يمسك نفسه وخلاص وشيكو تخلنا في كريزة ضحك مش قادرين بجد فلا انا بنسمي بالله وعدها واحدة بقى كده عشان انا مش هينفع كده طيب انا دلوقتي يعني المشهد كمالية مصطلحات كتير الناس عايزة تفهم معناها يعني انا في حاجات انا فهمها صراحة بس في ناس عايزة تفهم يعني ايه مثلا يعني قل لي كده تمام وملياسي بش رحال تمام وملياسي اللي هو الصح يا باب واحد بس بس عمي وعمتا الصح يا باب واحد بس اخوك عشان تمام وملياسي ملياسي يعني بيعملني بيعملني اللي هو ما بيعملنيش بقلبه بيعملني اي حاجة وخلاص عمال مفروض بابايا والصح يا باب واحد اللي هو المفروض انا بتكلم معاك اللي هو الصح هو صح الصح مالوش كذا باب التاني دا يريلفلي الحبل عالجرار التاني بلي اه تبس عمي والتاني عبيلفلي الحبل عالجرار وهي اصلا كلها عالسة كارتة طبنجة صوت حبلها حبلها عالجرار يعني مش فاهم هو بيقول ايه بيقول اي حاجة وخلاص وعالسة كارتة طبنجة صوت لو انت لما بتيجي تخش اخناقها عيل بقب دي سهل الزبط بقب اه عيل بقب مالوش اي حاجة الناس اللي زعلتوا قعدت تشتم الاول فيك وفي الشخصية هم طبعا ما يعرفوش ان ده تمثيل او يعني بيقولوا بقى اصلا هنعلم ولادنا والكلام ده وبعد كده كل الناس حبيتك انت شفت ردود الفعل دي ازاي بالذات الاول مسلا ان انتقدوا شوية الاداة انا طالما شفت فيه انتقاضات عرفت اللي انا نجحت او الله يعني بكلمك بجد بص طالما انت حد هينكدك اعرف اللي انت نجح انت لما فيه نجد والكلام ده اعرف اللي انت هتوصل لحاجة وبعد كده بشوية لا الحمد لله لقيت ردوده لتعرف عال ده ميكا ده عسل الميكا ده خطير مش عارف ايه ولما استاذ زي تامر حبيب بيخش حط البوستة عنده على الصف عنده البيج فاببسطت جدا ناس كتير قوي دخلت كلمتني يعني زي الاستاذة انج علاء بسم الله الرحمن الرحيم استاذ مصطفى غريب الاستاذ محمد توتا الاستاذ فتح عبدالوهاب والاستاذ سلاح عبدالله ده اكتر واحد يعني ده عشان خبرة وحاجة كبيرة قوي كنت مستني قوي بقى المشهب بتاع معاه واول لما خلصت قال انت شاطر قال ان شاطر وربنا هيوفقك فاببسطت جدا وكنت خارج مليوم ده من اللوكيشن انا والله العظيم والله العظيم ما كلام انا خارج بدمعه ممتك وباباك ردود فعلهم ايه يعني هيسبوك تتجه هتقفل السرجة ولا هتعمل لا انا الحمدلله انا احنا لنا محلات هناك هو ده انزمهم لكن ما ممت لا اتقول لي لا خليك انت في مجالك يعني نزل الكاهيرة واختي بتلف معايا من تل تعدادي على مكاتب الكاستنج نصيخة ايز اقولها لك يعني لو تقبلها من اخوك يعني ما تنخدش شخصية ميكا كتير وعلشان ما يبقاش زيك زي مواهب كتير طلعت ثم ما بقتش على الساحة تاني بسبب ان هي قررت نفسها كتير بس هو السؤال اللي ممكن اسأله لك هل نفسك شخصية ميكا تطلع مثلا تعمل فيلم مرة زي الليمبي هو ممكن اه في الفيلم ده وفيلم اكيد هتشافه الكلام ده لكن كمسلسل تاني يقوله هو السايد يعمل ميكا تاني او قريبة من كده لا يبقى صعب معي انت نفسك تعمل فيلم لشخصية ميكا ده زي مثلا ما محمد سعد عمل الليمبي طبع طبع نعمل له ابعاد بقى شخصية نشوف الدوافع بتاعته نشوف حالته نشوف الحاجة اللي هو فيها هتوجه رسالة شكر لكريم بحمود عبدالعزيز وشيكو اسبه حمد امين وكريم سامي واحمد عبدالوهاب وصلح عبدالله وكل الفرية العمل المسلسل بطريقة ميكا تحب تقولهم ايه والله عمي انا مبسوط قوي اللي انا قدت معاكو وانكستوني من الضياع ومش شغلانة بتاعت ميكا دي والاستاذ محمد امين برضو وكم الدنيا مساحت في الدنيا كلها الاستاذ احمد عبدالوهاب الناس دي اسادزا كبار ودت لي ميكا حقه ميكا خد حقه والاستاذ شيكو الاستاذ شيكو برضو مرعب خد حقه من ميكا برضو ولسه مشاهد كتير ما بيننا ولسه الدنيا تسيطر واكتر 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 كريم محمود عبدالعزيز كريم محمود عبدالعزيز انا عمي انا قلت له فخد لا مفخدش يعني يا سيد الف مليون مبروك وبتمنى لك نجاح كبير اول فترة اللي جاية وان شاء الله تكون كل خطوة لك انجاح من القبل ان شاء الله ان شاء الله استاذ عز